وتاني محطاتنا مشاهدين لليوم رح نروح لعالم الأدب الأدب ظاهرة حية في الإنسان عبر مر العصور وللأدباء دور عبر التاريخ أن تكون أديب يعني أن تكون قد بنيت مشروع أدب عماده أولا اللغة وثانيا الثقافة الواسعة وثالثا حب العمل الأدبي بيلعب الأدب دور كبير في تطوير المجتمع وبيقوم برفع وعي الفرد باعتباره وسيلة من وسائل بث الوعي الفكري والجمالي برسالته الأدبية والجمالية فقارتنا اليوم رح تكون مع ضيفنا الأدب الشاب أحمد إبراهيم يسعد صباحك يسعد صباحك صباح المشاهدين أهلا وسهلا فيك صباح الخير أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا أهلا فيك الآن هاي الحالة البرة المطارية هذا الجو قديش بيعني لك والله أنا محبي الشتاء يعني هو حالة شاعرية خصة بمنطقة صحراوية يعني أن الأمطار فيها خفيفة فتلاقي المطار له نوع من المصادف الجميلة يعني أنه أنت مقتقا بعملك حالة إبداعية حالة إبداعية وشاعريين وعنها يعني اليوم أحيانا الشاعر بيطلع معه هيك خاطرة أو بيت شعر أو أي شيء يعني من حالة أن هالمتواجد هو فيها يعني قديش هذا الشيء جميل أنه دائما الشيء اللي بحيط فينا هو يكون مصدر إبداعنا حتى بالألم يعني صحيح صحيح على خطوات الأدباء المحترفين ياخد بعض من ما نقول موضوع التأليد ياخد شيء الإيجابي مثلا كرمال ما يقع بالفخ السلبي دعونا نحكي عن هيئة المرحلة والدعم والاستشارة الأدبية هلأ بداية كل كاتب يطمح أن يحقق شيء رؤيته الخاصة للعالم فالكاتب الذي يريد أن يصل لمرحلة الإبداع أو لمرحلة الاحتراف لابد له من مشوار طويل لأن عملية إعداد الكاتب ليست سهلة يعني لا يوجد اختصاص أو مادة علمية يستطيع أن نقول للقارئ خذها وقرأها وتصبح كاتب لابد من موهبة هذه الموهبة لابد لها من رعاية أول شيء يصادف الكاتب أنه حين يكتب لا يعرف ماذا يكتب يعني قد يكتب قصة قصيرة أو شعر ويظن نفسه أنه كتب شيئا عظيما ومهما جدا لابد له من قارئ ناقد أو كاتب خبير حصيف له خبرة في الحياة لابد له من اطلاع لأنواع القصة أنواع الرواية ما الذي يخدم أين ينجح قد يكون شاعرا غير ناجح لكنه رواي عظيم لابد من وجود من يمسك بيده ويدله إلى أي نجب أن يذهب في حالتنا السورية يندر أن يوجد كتاب كبار يعني يستقبلون الكتاب الصغار أو الداشئين أو الذين في أول الطريق بس لي لذلك لابد من اللجوء إلى الكتاب لكن في عالم الكتاب هناك مشكلة اليوم هناك موضة هناك كتاب رائجة جدا في السوق المشكلة في اختيار الكتاب لابد لك من أن تجد من يرشدك إلى الكتاب المناسب يعني أنا أنصح دائما وأبدأ بنفسي بالكتاب الكلاسيكية أن يكون بيني وبين الكتاب 20 أو 25 سنة إلى الخلف حتى أستطيع أن أفهم لماذا هذا الروائي أو هذا الأدب خالد يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على كتاب خرج اليوم حتى لو كان كتابي لابد له من سنوات حتى يقرأوه القراء ويقيموه تمام خلينا نحكي عن هاي المرحلة المهمة بحياة الأديب مرحلة البدايات وخصوصا من تجربة حضرتك أديش مهم بمرحلة البدايات اليوم دعم هاي المواهب وصقلها بطريقة جيدة لحتى تكون أفضل بالمستقبل هلأ تجربتي بدأت بمرحلة متأخرة نوعا ما ككتابة قصة فبدأت بالسنة الثانية جامعة يعني كان عملي بالعشرين أو واحد عشرين زمانية لكن البدايات الأولى كانت عندما كنت في مقاعدة دراسة أستاذ العربي كان يشجعني على كتابة المواضيع فالأستاذ لعب دور كما لعب دور بحياة كثير من الأدباء يعني من فترة كنت أسمع مقابل الدكتور عامي مرديني وكيف لعب دكتور مدرس اللغة العربية دورا في الإشهادة بقدرتها على كتابة الموضوع لكن عندما كتبت القصة في البدايات كنت أعتقد أنها قصة ممتازة لكن كان ينقصها الكثير فللقصة عبارة مكسفة أحداث زمان مكان بالأيام استطعت من خلال القراءة أو من خلال القراءة الجيدين أنا أفهم بأنني أكتب مقالي أو شيء ذاتي وليس قصة وبالميران والقراءة بدأت أفهم أن القصة لها عناصر فنية حتى تسمى قصة وإلا تصبح خاطرة طيب أستاذ إبراهيم اليوم نحن نعرف دائما أنه مفهوم الأدب توسع يعني واليوم دور الكتاب والأدباء صار دور جدا عظيم وخاصة ضمن الظروف يلي عم بنعيشها دائما هنه عنده المسئولية هنه المسئولين مثل أي حدا تاني مثل الإعلام مثل حتى الجيش خلينا نقول اليوم أنتم حاملين بقلمكم سلاح آخر يعني اليوم مجتمعيا يعني نحن كيف قادرين نوسع مفهوم الكاتب ونعطي حقه أولا الكلمة يعني مهمة جدا فالإعلام قائم على كلمة الكاتب هو صاحب رسالة والكتاب الذي يطبعه في السوق هو الرسالة وبقدر فهم القارئ لمرسل إليه لطبيعة المرسل إليه للمجتمع الذي يعيش فيه بقدر ما بيكون ناجح في عملية الكتابة لكن الأدب مفهوم متغير فالأدب في القرن الماضي غير الأدب اليوم الأدب اليوم هو جزء من العولمة يعني تستطيع الدول اليوم أن تصدر إديولوجيا عبر كتبها مثل رواية 1984 مثلا تم تصدير إديولوجيا معينة فيها الكاتب يجب أن يتبنى قضايا مجتمعه فأنا في رواية لا أدري هي الرواية الأولى لي وقد نشرتها الكترونيا تبنيت أو عشت ظروف الأزمة السورية فتبنيت وجهة نظر معينة بالأزمة لأنه نحن تعرضنا لهجمة كبيرة على سوريا فكان لابد لي ككاتب أن أكتب على هذه البلاد هل إلك دور اليوم بهذا الوضع اللي عم نعيشه أكيد يعني أجباري يعني الكاتب يجب أن يكون ابن بيئته يعني هو لديه رسالة إنسانية الأدب الإنساني أدب خالد جزء من الإنساني الدفاع على الوطن الوطني أعلى درجات إنسانية يعني الذي لا يحب أمه كيف سيحب العالم الذي لا يحب أخيه كيف سيحب نفسه علينا أن نحب الآخر حتى نحب أنفسنا وجزء من الأدب أن تحب وطنك وأن تقدم لوطنك ما قدمه لك فأنا في رواية لا أدري كتبت أنه دمشق أرشيف الله على الأرض يعني لا يمكن لإنسان عاقل ويفهم بالتاريخ أن يعادي بلد فيه جوهرة مثل دمشق لأنه دمشق صدرت الحضارة للعالم وليس جزاء دمشق أن ترد الحضارة لها على شكل مفخخات أو إرهاب أو قتل ليس من ولم كان هون دوركم اللطيف يعني ضمن هذا الصراع كنا عم نعيش وليعنه في الكننا عم نيش وكنا عم نسمع منكم الكلمة الحلوة الترسيخ لما يحدث في سوريا كرمان الأرجال الجاية اليوم عم تذكر أنه أنت الكترونيا يعني أول كتاب لحضرتك يعني قداش يعني في الكاتب بيزعى الوقت اللي بيضطر أنه ينزل الكترونيا هو المتعب الشيء الورقي يعني والقراءة صحيح لا يوجد أول شيء تجربة أنا كاتب يعني بمهارات وقدرات فردية لم أجد دعم يعني دعم دائما لدعم المادي جزء صغير إذا كان الإنسان يريد أن يحترف فالمحترف يأتي إليه الناشرون لكن إحنا في وضع أنه الكاتب يعتمد على ذاته يجب أن تكون له قراءته الخاصة رأيه الخاص الله يسقط بفخ المحاكات في أدباء إذا قرأت إليهم تعتقد أنك تقرأ النزار قباني هنا نسخة مكررة ما في إبداع مشكلة كبيرة أن يبدأ الكاتب لوحده لا يجد ناشر أحيانا يعني يكون هناك ناشر محترف وناشر يدعي أنه ناشر لكن هو طابع يطبع الكتاب ولا يسوقه تسويق الكتاب أهم مرحلة من كل عملية الكتابة لماذا؟ لأنه أحيانا تجد الكتاب ليس له قيمة قيمته سوقية معروضة على كل الوسائل تم تبنيه لأنه يسوق إديولوجيا معينة تسويق كانوا هم لأيلو تسويق جدا فما وجد تسويق رحت على الكتروني لأنه أنا لم يكن هدفي منه تجاريا أو شهرة كنت أريد أن أقلوشة نظر سورية معاكسة للنظرة التي كانت سائدة في المنطقة والحمد لله يعني بالأيام اكتشف العالم كله أنه كان فيه صوابية وكان فيه صح في الدفاع كله يدافع عن وطن وهذا شيء هذا واجب مقدس يعني وكان أدب مقاوم رواية لأدري كانت أدب مقاوم كانت رمزية عبارة لأدري كانت رمزية أنه يعني الناس لا تدري أن النار التي تشتعل في بيت جاريها ستنتقل إليها وهذا ما حصل يعني في الدول العربية للأسف من هاي النقطة اللي عم تذكر حاضرتك معناتنا نحن فينا نقول أنه اليوم تأثير الأحداث الجارية اللي حصلت في سوريا إلى تأثير كتير مهم على أدبنا ممكن اليوم هاي الجراح اللي نزف الشعب السوري على بر مر السنين ممكن أنه اليوم نحن نستخلص مننا أطروحات أدبية مميزة من خلال هاي الأحداث طبعا الأطروحة اللي طلق فيها بالرواية أنا نحن تربين على مفاهيم قومية يعني نحن تربين أنه الوطن العربي وطن واحد لما أجينا على أرض الواقع بالأزمة السورية تتشفنا أنه كان في مواقف عكس اللي تربين عليه لكن نحن أصارين على أنه القومية العربية حق طبيعي أنه نطالب فيها وهي يعني متنفس طبيعي لأنك عرب فأنا بالرواية طراحت تحدثت عن دبي تحدثت عن بيروت تحدثت عن دمشق تعلمت في سوريا أن أحب القاهرة كما أحب دمشق أن أحب الرياض كما أحب دمشق تعلمت أن أحب كل الدول العربية وأنا أنتظر الدول العربية أنها وطنية فلذلك بالرواية لما تحدثت تحدثت عن كل الجيش العربي على أنها جيش واحد لأنه الذي يؤذي الجيش المصري يؤذي الجيش السوري يؤذي الجيش السعود يؤذي أي جيش عربي نحن ننظر للقضية كأدب أن كل جيش عربي يحمل علم عربي هو جيش وطني بالنسبة إلي أنا كسوري هيك تربيت وهكذا إنشئنا في مدارسنا السورية وسنبقى هكذا بإذن الله أستاذ إبراهيم خلينا نروح للتجربة الإبداعية والكتب يلي حضرتك أصدرتها يعني اليوم عنا عنوانين كمان جميلين يعني اليوم الكاتب بوقت البضع العنوان هو بيختصر ما يوجد داخل الصفحات خلينا نحكي عن هذا الإصدارين ظل الجبان في راشا في راشا هذا أول كتاب الإستاذ إبراهيم أيضا عنا ذهان المحتضر اليوم يعني العنوانين بتحس أنه أنت بحاجة لشرحهم أكتر يعني أو شوفي ضمن الصفحات يعني خلينا نشوف هذا تفضل إستاذ حسين خلينا نحكي اليوم عن مضمون اللي بريحك يعني أي شي بتحكي لنا عنه بتحب تحكي عن هذا الكتاب أو الكتاب الآخر الأول نظل الجبان في راشا وقتبعة في مصر ويتألف من تسع قصص متنوعة ضمن هذا الكتاب علجت مثلا الأشياء التي كانت في أثناء أزمة كورونا عندنا مجموعة من الناس اللي هنا عندهم إعاقات جسدية كم كان تأثير الوباء على حياة هؤلاء الناس يعني هؤلاء الناس لا يستطيعون الاعتباد عن نفسهم في كل شيء في بعض منهم كان عندهم خادمات أو موردات نتيجة الحجر تغيرت حياتهم كليا فبقصة الأعمى علجت هذه المشكلة عندنا مشكلة أخرى مثلا متلازمة السيدتين أنه عندما ينشأ الشاب في بيئة بين امرأتين يعني مثلا جدته وموروز جدته وأمه والتي تمثل الحداثة ووقوع الطفل بين عالمين عالم الجد والحكايات وعالم الأم والواقع علجت بظل الجبان في راشا مشاكل اجتماعية نعيشها في حياتنا اليومية كانت قوة ظل الجبان في راشا بأنه متنوعة وأنا أقول دائما المبدع لا يحسر نفسه بأدب واحد مع احترامي لمن يحب الأدب الواحد شو أصدق استاذ يعني الكاتب يجب أن يكتب فن ساخر فن رومانسي أدب مقاوم أدب فانتازيا أدب خيالي يجب أن يكون منوع لأنه الحياة منوعة الأدب كما قلت حضرتك ما بصير يقول ما بعرف يجوز أن يقول لأعرف يجوز أن يقول لأعرف لكن يجب أن أتعلم يعني عدم المعرفة شيء جميل لأنه إذا اعترفت أني لا أعرف فهي خطوة أقول له لأن أتعلم أصدق كأديب اليوم كأديب يجب أن يكون ملم بجميع النواحي الأدبية لأنه أحيانا يجب أن يصد رسالة أنا اليوم حين أتبع كتاب أخاطب مجموعة من القراء تزداد كل يوم في الوطن العربي يعني هو وسيلة إعلامية الكتاب صار صحيح فهذا الكتاب يحمل قضية معينة أطرحها بأغلب دول العربية تجد أن الرواية مطلوبة جدا أكثر من الكتاب العلمي إذن أستطيع من خلال الرواية أنا كرواية أن أكتب بعدة مجالات وأدافع عن فكرة موعينة يعني أستطيع أن أدافع عن قيم الأسرة الأسرة اليوم مهددة مفقكة الأسرة اليوم تتأثر بالعالمين وسائل التواصل دخلت إلى كل بيت كيف أستطيع أنا ككاتب أن أوجه نظر الأم نظر الإبن نظر المجتمع إلى أهمية القراءة اليوم القراءة أنا بشوف أنا إيجابي بشوف القراءة بيزدادوا بشوف الرواية هي ديوان العرب اليوم صادقاً كان الشعر اليوم الرواية انتشرت الرواية لأنه متطلبات أخف لكن يعني أخف من الشعر العالم اليوم كمان صارت حب تروح الشي الخفيف الشي السريع والشي اللي بخليهم يبتعدوا عن الواقع اللي عايشينه يعني مضروري اليوم نحنا نشتري الرواية للأحداث اللي عم نعيش فيها يعني أحياناً تكون هي هروب يعني مثل ما بيهرو بالكاتب أحياناً من حالات كتير بحياته أنا ظل عفواً زهان المحتضر كانت هروب أنا صورت شخص بيطلع برحلة بيقعد على كرسي بينام خمس داية فمرض الزهان هو مرض يعني يتخيل خيالات في هذه اللحظة يشعر بأنه صار في السماء تحول إلى فكرة زاب الجسد في غيمة الآن أصبح فكرة والإنسان حقيقةً هو فكرة هو كل حياته مبنية على فكرة إذا حللنا أي إنسان بكل كرة أرضية سنجد أن هذا الإنسان مجموعة قيم مجموعة أفكار ومجموعة سلوكات متكررة إلا إذا كان يقرأ ويغير من نفسه بهذه الرواية كان هروب مني لعالم آخر لعالم الفلسفي لعالم التصوف لعالم التقمص هل يمكن أن يعود الإنسان مرة أخرى للحياة؟ هذا الإنسان الذي صار في غيمة عندنا نحن مشكلة في ناس تبحث عن الخلود تحب أن تعيش مئة عام وهذا الشخص يستحول إلى فكرة في الغيمة تصور أنه عاش 2000 أو 3000 عام بدأ يشتاق الأرض بدأ يشعر بالجوع يشعر بالشوق لأهله ربطه بالأرض زكريات أرضية لا يمكن للإنسان أن يغسل يديه من أرضيته عندما تحول إلى فكرة في الغيمة بدأ يفكر كيف سأعود الأرض في كراسته التي لدي كان يكتب ويحب الفلسفة فكتب عن أرستو كتب عن أفلاطون أفلاطون قال بمثاليات الأرواح كانت موجودة قبل الجسد أرستو عاكسه في النظرة بدأ يبحث يبحث وصل أسبينوزا وصل الأديان سيدنا آدم نزل بنتيجة خطيئة كان في السماء نزل إلى الخطيئة طيب أنا في غيمة لست في جنة ولا في نار لا في سماء ولا في أرض هل أستطيع تحمل ألم الخلود هل أنا قادر أن أستمر في هذه التجربة الناس تبحث عن الخلود أنا وصلت إلى الغيمة يعني الإنسان لا يمكن إرضاؤه طمع لأنه صحيح اسمه الكوكب المريمي في إشارة رمزية صريحة الكوكب المحمدي الكوكب الموسوي تتنقل في هذه الكواكب لا يمكن أن نلغي أي شريعة من الشرائع لا يمكن إلغاء أي حضارة نحن من دعاة حوار الحضارات نحن ضد صدام الحضارات التي تتروج له بعض الدول ضمن مشروع استكباري عالمي أستطعت أن أمر قيمة أهمية وجود الآخر أنا لا أستطيع أن أكون موجود إذا رفضت الآخرين أنا موجود لأنهم موجودين صار في عنا تشويق لحتى نقرأ هاي الرواية أدفع الخياله يا ليلى ضمن هاي الشلام وعم يحكي حتى فات بهك بعالم الخيال يعني عم يطينا تشويق لحتى نقرأ هروب يعني هي هروبة المحكات بس كان بالنتيجة وبرسالة أستاذ إبراهيم بالنهاية طبعا كان في رسالة أنه أنت لا تستطيع أن تلغي الآخر من يلغي الآخر هو شخص غير موجود أصلا لأنه جزء من وجودي هو وجود جاري وجود أخي وجود ثقافتي وتاريخي التاريخ هو زاكرة قادمة من المستقبل وليست زاكرة قديمة صحيح اليوم إذا بنا نحكي عن تطور الأدب وأيضا الأدب قديش هو مهم بحياة الشعوب وتطوره اليوم ما حضرتك عم تلم بكل جوانب الحياة قديش مهم الأدب اليوم يواكب تطورات عصرنا ويتكون كتاباته دائما مع الأحداث الجارية اللي نحن فيها يستغرب بعض الأشخاص بأني أقرأ كتب فيزياء كتب تاريخ كتب فلسفة مؤخرا صرت أقرأ في الرياضيات السؤال الذي يطرح عليه لماذا تقرأ هذه الكتب من فترة حصلت على كتاب الإنجيل بطبعة أخرى طبعا أنا قارؤه عدة مرات جبت إنجيل آخر بقراءة أخرى بترجمة أخرى حتى أقرأه فيطرح السؤال لماذا تقرأ كيف سأصدر رسالة ذات جودة ونوعية وتخاطب جميع الناس إذا كنت بلا وقود القراءة وقود الكاتب إذا كان الكاتب لا يقرأ أو يقرأ من بيئته فقط سقط في فخ المحلية الكاتب المحلي له حدود كان حدوده ديئة كتير أما الكاتب الذي يسعى لأن يكون إنساني عالمي يجب أن يقرأ الجميع ويفهم الجميع يجب أن نتفهم حتى عدوه يجب أن نفهم العدو يعني جزء من القراءة أن تفهم الآخر بغض النظر عن ديولوجيته وأن تقدم ما لديك حتى أقدم ما لديك يجب أن نفهم ما لدى الآخر إذا لما أفهم الآخر كإنسان الآخر كوجود الآخر كسياسة الآخر كاقتصاد الآخر كثقافة الآخر كدين كيف سأستطيع أن أقدم نفسي يعني إذا أنا قمت بفكرة هو لا يقبلها كيف سأخاطبه لذلك كان الأدب الإنساني أدب خالد أنا أحب أني أعرج على رواية مهمة جدا بالتاريخ رواية هاريت بيتشارستو التي تحدثت في روايتها كوخ لعمتوم عن قضية اجتماعية كان في الواقع تحت الأمريكية قضية العبيد كتبت هذا الكتاب بسبب حرب أهلية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1862 قرأ الرئيس الأمريكي إبراهيم لينكل الكتاب بعد ثلاثة شهور أصدر قرار بإلغاء قانون العبودية بفضل كتاب أو رواية لا يجوز للكاتب أن يعتقد بأن كتابه غير مؤثر عليها أن يعمله كأنه رسول قد لا يقرأ كتابي أحد وقد يقرأه شخص مؤثر يتأثر به ويغير حياة الناس قد يتصل بي أحد اتصال وينبهني لشيء يجب أن أفهم أن الكلمة مسئولية وحتى أحمل مسئولة الكلمة يجب أن أكون قادر على أن أفهم الآخر تابة اليوم له دور كتير مهم بالتوعية والتنوير على مر العصور يعني اليوم وخصوصا يمكن المرحلة اللي نحن فيها مرحلة السوشيل ميديا يعني اختراق وسائل التواصل الاجتماعي كتير بحياتنا وخصوصا عند الأطفال يعني كتير مهم اليوم نرجع لهاي القصص اللي صرنا نحسها فعلا في ناس قلت عند أنه إراية رواية أو كتاب كله دائما حتى زبدون يقروا شاب نلاحظ أنه الشيء الكتروني ما بقى شيء للكتاب متل قبل يعني القراءة الكترونية لا تستطيع عند تجاري القراءة الورقية يعني مهما كانت القراءة الكترونية سيبقى للكتاب متعة وناسه الذين يحبون قراءته دور الأديب في التوعية دور كبير جدا يبدأ من بيته يعني ومن قراءته ومن اكتيار الكتب من صفحته الشخصية ويستطيع أن يستخدم وسائل التواصل لتنير العقول يعني يستطيع أن يكتب مقدمة صغيرة عن كتاب معين قرأه يقول للناس أن هذا الكتاب مهم فدور الأديب مع وسائل التواصل أكبر ولكن وسائل التواصل بقدر ما ينظر الناس لها بسلبية كانت إيجابية لأنها ساعدت في نشره يعني ساعدت في نشر أفكاره وفي نشر آرائه والكتاب الجيد يجذب الناس يعني حتى كان هناك الكتروني أكيد أستاذ إبراهيم يعني دائماً الكتاب الوراقية إلى متعة خاصة ملمس الوراء ريحت الوراء يعني أنا بستغرب الناس اللي بتتروح الالكتروني أو البدئيف يعني كيف تقدر تقراها أنا إذا بص طويل ما فيني كفي يعني بشوف العالم شو معلقه يعني ما إلي خلاق بس عطيني رواي أوكي بقعد يعني بدي أتمنى لك كل التوفيق اليوم نحن عنا جيل أدبي جداً جميل وطموح ياريتك يكون في دعم إلون من الجهات المختصة بموضوع إن كان النشر إن كان الثقافية والأدب شكراً لإلك شكراً لإلك ستاذ أحمد إبراهيم نتمنى لك التوفيق شكراً لك